اعلن معهد البحرائيين للتنمية السياسية فتح باب التسجيل إلكترونيا لبرنامج تشريع وتنمية والذي سينطلق في السادس من سبتمبر الجاري وسيقام خلال تقنية الاتصال المرعي بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأمانة العاصمة والمجالس البلدية بهدف رفع الوعي السياسي والدستوري لدى مختلف فئات المجتمع هذا وأكدت المدير التنفيذي لمعهد البحرائيين للتنمية السياسية الأستاذ إيمان جناحي أن برنامج تشريع وتنمية يأتي تنفيذا للرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى بهمية تعزيز مستوى الوعي السياسي والدستوري والقانوني لدى أفراد المجتمع البحريني وبما يسهم في تعزيز ممارسة العمل البرلماني والبلدي على أسس علمية وطنية تتوافق مع ثوابت المجتمع ورؤى المسيرة التنموية الشاملة التي تعيشها البحرين وأشارت جناحي إلى أن البرنامج سيهدف إلى تعزيز مدركات الأفراد بدور وأهمية السلطة التشريعية وشرح آليات عملها واختصاصاتها وأهم ما صدر عنها من تشريعات وقوانين تصب في مصرحة الوطن والمواطن إلى جانب تسليط الضوء على الإسهامات التنموية والمشاريع والبرامج المنجزاء والاختصاصات التي تقوم عليها أمانة العاصمة والمجالس البلدية ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر